فصلا خريف أريد ديما معكم نعي توضح لنا سحب عابرة على المناطق الشمالية صفائع معظم المدن الجنوبية نسل بكم مشاهدين على تفاصيل الوضعية الجوية ليوم الأحد بداية بحركة الرياح نرتقي بإذن الله هبوب رياح من ضعيفة لمعتدل نسبيا على أغلب ولايات الوطن تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة نمر إلى الوضعية الجوية المرتقبة لصبيحة الأحد نتوقع بإذن الله تشكر سحب سفلة على كل السواحل الغربية الأجوار تبقى مستقرة ومشمسة على معظم المناطق الشمالية بالجنوب الأجوار تكون مغشرة جوثيا على السورة والجنوب الغربي لكن يبقى التقس مشمسة على العموم بباقي المدن الجنوبية مع تطاير للرمال محليا درجات الحرارة المرتقبة لصبيحة الأحد تصل بإذن الله إلى 23 درجة على عين صلح والدرار 18 درجة على تيندوف 17 درجة على بشار 17 درجة على إيديزي بجانت 21 درجة بعين قزام 16 درجة على وهران والجزائر العاصمة 18 درجة بعنابة 14 درجة على قلمة 15 درجة على تيزي وزو 12 درجة على ستيف باتنا لغوات البيض نعمة مشرية تيارت والجلفة و14 درجة على منطقة لمسان في ظاهرة الأحد نتوقع بإذن الله تقس مستقر ومشمس إلى قليل الصحب على كل السواحل الوطنية حتى على المناطق الداخلية الهضابة العليا والأوراس بالجنوب الأجوار ستكون غائمة جوثيا على السورة والجنوب الغربي لكن يبقى التقس مشمس على العموم بباقي المدن الجنوبية مع تطاير للرمال محليا درجات الحرارة المرتقبة لظاهرة الأحد ستعرف ارتفاع طفيف انسجلوا حوالي 30 درجة على الجزائر العاصمة تيزي وزو 32 درجة على النبف جاية جيجرسكيك 34 درجة على قلمة 28 درجة على منطقة ستيف 26 درجة على باتنا البيض نعامة مشرية تيارة والجلفة 28 درجة على وهر المستغان متنسو وتلمسا 34 درجة على غردايا 39 درجة على عين سلاح 37 درجة بأدرر 36 درجة بتين دوف إليزي وجانات 37 درجة على منطقة عين جزا أما عن حالة البحر اليوم الأحد البحر بإذن الله سيكون جميل إلى قليل الاتراب على كل السواحل الغربية مع ريحة ستكون جنوبية غربية إلى غربية تتراوح سرعاتها ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الوسطى والشرقية البحر سيكون قليل الاتراب مع ريح شرقية تتراوح سرعاتها ما بين 20 حتى 40 كم في الساعة قبل أن نختم نشرتنا الجوبية نتجه بكم اليوم لولاية جيجل فإن التقص بها أيام لاحظة إلى 32 سيكون تقص مستقر ومشمسة على العموم مع درجات حرارة الدنيا تتراوح ما بين 21 و 22 درجة خلال الصباحة وما بين 29 و 36 درجة خلال الظاهرة ريح فيها ستصل 30 كم في الساعة أما نسبة الرطوبة حوالي 55% كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقص يوم الأحد والله أعلم أشكركم على كرم المتابعة في أمن الله اشتركوا في القناة